الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر دولوك بول هتشترغة بلنت صبر على طاعة الله حتى تؤدي تصبر على الصلاة على الصيام حتى تؤدي الصلاة والصيام الله أخا إيطاة قلودا الله أخا باشي يودا بولغان صبر دولوك مثاله نمازو خواتقان دا غروزو غرمان غوشول إبارات تاردات قرشوشن نغلق نغلق صبر دولوك جيرك الثاني الصبر عن معصية الله حتى تشتنبها تصبر عن الشرك عن الحرام عن الشرك عن الحلام الدولوك الثالث الصبر على الله ما يقدر الله عليك مرض، فقر، ابتلاع، فقد مال مثلا أو حادث في السيارة نعم إذن هذه أنواع الصبر الثلاثة ما حكم الصبر هو واجب بإجماع الأمة إذن إذن هذا يجب نعم فأنت انقسم الناس عند الإبتلاع عند المصيبة إلى أربعة أقسام الناس عند الإبتلاع أربعة أقسام الأول متسخط معترض على القضاء والقدر لا يرضى يتسخط بلسانة يتسخط بلسانة يتسخط بجوارحة يتسخط بجوارحة يتسخط بجوارحة يتسخط بجوارحة يتسخط بجوارحة يتسخط بجوارحة أو الشريط وخص مصيبة هذا هذا مطلس يتسخط بجوارحة ثانية يتسخط بجوارحة المصيبة ثقيلة علىه لكنه لا يستطيع أن يصنع شيء لأنه يخاف من الله ويصبر بالقوة أقا بربالي قلدي أنا شعور بلوك قل دقائنا أجل قينج لقبوصه دقائنا صبر وقربنا بترا تنكين على الله تنكوركوت الدواء الشراب السائل دواء شرب أنت تشرب طعم مر ورائحة ليست جيدة لكن بالقوة تشرب لماذا؟ لأن يترتب عليه الشفاء هذا هو الصبر سياراته ليست جيدة دعونا سياراته ليست جدا دعونا أجل هذا القسم ثاني من الناس هذا القسم الثالث من الناس راضي ثانية الدواء هم نحو راضي تدخل والموفيبة والنعمة أعلم أن كل شيء من الله لهذا يرضى الرابع هذا أعلى المراتب في المصيبة شاكر في المصيبة يشكر في المصيبة يشكر الشيخ الإسلام بن تيميا يدخل في المصيبة مثل الشيخ الإسلام بن تيميا أعلى المصيبة يدخل في المصيبة سجنة أرادن يكتب رسالة لأمي من السيين أرادن يكتب لأصدقاء ليس أصدقاء طلاب من السيين أنه في المصيبة ينصدقاء يتخل في المصيبة لكنهم يشكرون حياة أننا في نعم يكتب أننا في نعم كبيرة يقول هذا في السجن يقول نعن في نعمة كبيرة كيف لو خرج؟ يقول ترمي دو جاتو بيز دغن نعمة كبيرة كيف لو خرج؟ أنتم الآن ترون هذا الذي يحدث في جواركم الدولة؟ ماذا يحدث مظاهرات وكذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أننا لا يعتقد أن الريزء لبعكم السبب الهاء سبحانه للبيعتم الريزء لبعكم في عهونه إلى الآن بإيامن التوقيت والحزن أم تلتقى والعذكر لا تتقوم بذلها من الله في عهونه الريزء لك يقولون الله ليس أن تتسخفى لا تعترض إذن هذا الناس عند المصيبة أربع أقشاب